السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا العزاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لازلنا معكم في الفصل الثامن الكسور العشرية والدرس الثاني لهذا اليوم بعنوان أجزاء من المئة نتذكر معا أن في الدرس السابق تعلمنا بأن الكسور العشرية تمثل كسر اعتيادي أو عدد كسري مقامه من عشرة أجزاء وعند كتابته على شكل كسر عشري نضع فارز عشرية بدل خط الكسر تفصل بين العدد الصحيح وأجزاء العشرة اليوم سنكتب الكسر العشري الذي يتمثل بكسر اعتيادي أو عدد كسري مقامه مئة والفارز العشرية تفصل بين العدد الصحيح وبعدها مرتبتين من المئة لاحظوا معي تلاميذي مثال أتعلم حصل ماجد على درجة 85 في اختبار الرياضيات علما أن درجة الامتحان من مئة أكتب علامة ماجد بصورة كسر عشري أستعمل نماذج المربعات المئة ومستقيم الأعداد وجدول القيمة المكانية في كتابة الكسور كأجزاء من المئة نلاحظ في المثال لدينا النموذج التالي قد قسم إلى مئة جزء وظلل منه 85 جزء لنمثل علامة ماجد في اختبار الرياضيات وجدول القيمة المكانية التالي كتبنا 85 جزء من المئة بصورة الكسر العشري الأحد هنا صفر الفارزة العشرية أجزاء العشرة هي ثماني ثماني أجزاء وأجزاء المئة خمسة وتقرأ 85 من مئة وتكتاب بصورة الكسر العشري مثال آخر أكتب وأقرأ الكسر العشري الذي تمثله الإجزاء الملونة في كل أنموذج من نماذج مربعات المئة هذا النموذج مئة جزء 24 من مئة قد ضلل منه 24 من مئة وتكتب بهذه الطريقة نلاحظ المثال التالي هنا مئة جزء مضلل بشكل كامل وهنا ثمانية عشر جزء من مئة كتبت واحد عدد صحيح فاصل ثمانية عشر جزء من المئة نمثل هذا النموذج بواحد عدد صحيح لماذا؟ لأنه مئة جزء مئة مئة جزء أضلل من أصل مئة مئة على مئة تساوي واحد وتساوي الواحد إذن واحد عدد صحيح لهذا النموذج ثمانية عشر جزء من مئة لهذا النموذج كتبت واحد صحيح وثمانية عشر من مئة في فقرة أتأكد أكتب وأقرأ الكسر العشري الذي تمثله الأجزاء المضللة في كل نموذج النموذج الأول وهو من مئة جزء قد ضلل منه من مئة جزء ضلل منه نعد الأجزاء المضللة معا نجدها أربعة وأربعون جزء أربعة وأربعون جزء من مئة تكتب بصورة الكسر العشري صفر عدد صحيح فاصلة أربعة وأربعون جزء من مئة المثال الثاني مئة جزء قد ضلل منها خمسون جزء الأجزاء المضللة نجدها خمسون جزء من مئة وتكتب بصورة الكسر العشري صفر عدد صحيح فاصلة خمسون جزء من مئة نكتب كل مما يلي على صورة كسر عشري مستعمل الجدول لكل مما يلي جدول القيمة المكانية التالية أولا سنقوم بحل التمارين التالية من ثم كتابتها بهذا الجدول تمرين رقم ثلاثة ستة وتسعون من مئة نكتبها صفر عدد صحيح فاصلة ستة وتسعون جزء من مئة ثمانية صحيح وسبعة وثلاثون من مئة ثمانية عدد صحيح فاصلة سبعة وثلاثون جزء من المئة أربعة وثمانون جزء من مئة إذن صفر عدد صحيح وأربعة وثمانون جزء من المئة عشرون صحيح وثلاثة أجزاء من المئة نكتبها بهذه الطريقة عشرون عدد صحيح فاصلة ثلاثة أجزاء من المئة صفر بيئة عشرة ثلاثة بيئة أحد ثلاثة أجزاء من المئة سحب رافض ثلاثين كرة زجاجية صغيرة من صندوق يحتوي على مئة كرة أكتب ما سحبه رافض من الكرات على صورة كسر عشري إذن ثلاثون كرة من مئة ثلاثون كرة من مئة صفر عدد صحيح فاصلة ثلاثون جزء ثلاثون كرة قطعت سيارة مسافة ثمانية وسبعون كيلو مترا من مئة كيلو مترا أكتب ما قطعته السيارة على صورة كسر عشري ثمانية وسبعون جزء من مئة في عيد الجيش العراقي الباسل أطلقت ستة وخمسون لعبة نارية من مجموعة مئات لعبة ما الكسر العشري الذي يمثل ما أطلق من الألعاب النارية إذن ستة وخمسون من مئة ستة وخمسون جزء من مئة صفر عدد صحيح وستة وخمسون جزء من مئة الآن الأعداد التالية سنوزعها في جدول القيمة المكانية بهذه الطريقة لدينا الجدول التالي والأعداد السابقة سنقوم الآن بتوزيعها على الجدول المكاني صفر عدد صحيح فاصل ستة وتسعون جزء من المئة صفر في الأحد أعداد الصحيحة إذن نتذكر أن الفارزة العشرية تفصل بين العدد الصحيح وأجزاء المئة وأجزاء العشرة الفارزة العشرية هنا ستة وتسعون جزء من المئة أجزاء العشرة تسعة وهنا ستة العدد التالي ثماني عدد صحيح فاصل سبعة وثلاثون جزء من المئة ثماني عدد صحيح فاصل سبعة وثلاثون جزء من المئة أربعة وثمانون جزء من المئة صفر عدد صحيح الفارزة العشرية أربعة وثمانون جزء من المئة العدد التالي عشرون عدد صحيح فاصل ثلاث أجزاء من المئة عشرون عدد صحيح أحد عشرات فاصل ثلاث أجزاء من المئة إذن ثلاث أجزاء من المئة صفر في العشرات ثلاثون جزء من المئة صفر عدد صحيح فاصل ثلاثون جزء من المئة ثمانية وسبعون جزء من المئة صفر عدد صحيح فاصل ثمانية وسبعون جزء من المئة ستة وخمسونة جزءاً من مئة صفر عدد صحيح فاصلة ستة وخمسونة جزءاً من مئة